السلام عليكم نهاردة بإذن الله هنتكلم عن البنت وان برضو في مزال معظم الناس بتعتقد ان البنت مزاي الولد وان فيه فرق كبير ما بين البنت والولد وناس بتقول ان البنت بالنسبة هم وفي ناس ما بتحبش تخلي البنات يعني مزالت ايام العصر الجايل برغم كل التقدم والتطور اللي حصل والمناصب اللي شغلتها المرأة لوقتنا وان هذا برضو فيه ناس لسه بتفكر في ايام الجاه ففي بعض البنات بتكون ردة فعلها على الامر لما حد بيقولها انت مثلا مزال الولد او كده بتبقى ردة فعلها عنيفة وتبتدي بقى تتعصب وترد حتى بيقل الاتفاع نفسها ده الوقاح مش المطلوب منك ان تثبيتي لحد ان البنت زي الولد بكلامك لان معظم الاشخاص اللي بتبقى بتتكلم في حدودها من البنت مزال الولد لاشخاص دي بتقول اكبر مني فبالتاني لو دخلت معا في جدال الامر بيقل معاك الوقاحة ان تبقى وقحة وتتكلمي مع الاكبر من البسوط عالي لذلك انت هتثبيتي بافعالك او مش لازم تدخلك دل عملك مع شخص تكفينا ان في امثلة كتير جدا ولماذا كتير جدا في التاريخ بتدل على ان البنت زي الولد وان في سيدات تحققت ملا تحققه الرجال يعني مثلا لو تكلمنا اول حاجة عن الخنساء دلوقتي الخنساء كانت في ايام صدر الاسلام وكانت شاعرة وكانت اديبة واشتهر شعرها دايما بالعاطفة وبالرثاء سواء كان الرثاء على ابناءها اللي ماتوا في الحرب او الرثاء على اخوها صخرة لدرجة انه من كتر الحزن عليه كانت وضعا عليه حول رقبتيها ولما الناس شاكتها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه استدعاها وقال لها عن شي دين لبعض الشعر اللي قلتك صف قالت له القديم انا جديد قال لها هو فيك دين قالت له انا مقالة شعر لسيدنا عمر بن الخطاب بكى من يعني برعت في تقديم الشعر وبرعت اكتر في انها تخلي كل من يسمع شعر عن اخيها عن مدى حبها لأخيها اجادة التعبير عن حبها لأخيها واجادة التعبير عن الرثاء بشكل كويس جدا بدرجة ان سيدنا عمر بن الخطاب بقى في موقعة اليمامة لما مات اخوه زيد بن الخطاب قال دعوها تعبر بقى عن حزنها لانه عرف يعني ايه اهمية فقدان الاخ او فقدان الشخص العزيز او القريب من القلب ولما نيجي نتكلم عن بنت المتكفي اللي هو بنت المستكفي اللي هي بنت المستكفي بالله كان امام وكانت برضو شاعرة وقديبة وقيل ان هي شكرا